مشاهدين أهلا بكم وحييكم مجددا من مقرب نحن الآن في مشروع مسام لنزع الألغام طبعا الأرقام تتحدث عن أن الحوثيين قاموا حتى اللحظة بنشر حوالي مليون لغم طبعا في كافة المناطق في اليمن مشروع مسام وهو يأتي تحت مضلة مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية الهدف منه نزع هذه الألغام بأقل من عام استطاعوا نزع حوالي 72 ألف وأكثر من 200 لغم حتى الآن هذا في أقل من عام والعملية طبعا مستمرة حتى هذه اللحظة الهدف الرئيسي التركيز على المناطق التي تلامس المدنيين بالإضافة إلى تأهيل اليد اليمنية الشابة العاملة حتى تستمر عملية البحث عن الألغام ونزعها حتى بعد انتهاء الحرب العنوان الرئيسي والأهداف الرئيسية من هذا المشروع هو سلامة الموظفين نشاهد الآن طبعا منيف وهو أحد أعضاء هذا المشروع تطوع للعربية كي يرتدي الزي الكامل الذي يرتدونه خلال عملية البحث عن الألغام طبعا غطاء حتى الركبة وأيضا للوجه وهذا يحميهم فقط من الشضايا منيف أهلا وسهلا فيك أنت تبحث الآن عن لغم طبعا سيكون هناك لغم مشاهدين ولكن غير حقيقي لا تخافوا وبالتالي خبرنا ما الذي تفعله مع هذا المجس نحن الآن نقوم بعملية القحص لتشفى عن أي إجسام غريبة أو أي ألغام تحت الأرض فعنده سماع إشارة على سبيل المثال بهذا الصوت هناك دليل على وجود جسم غريب أو شيء ما لذلك نحن نقوم في البداية بوضع الجهاز جانبا ثم نبدأ بالبحث عن هذه الإشارة قبل وضع العلامة نقوم بالابتعاد ما يقارب من 20 سنتيمتر من هذا الجسم ثم نبدأ بعملية الحفر الحذر طبعا العملية حذرة طبعا العملية عادة المشاهدين تتم ببطء ولكن نحن نقوم بها بسرعة تفاديا للوقت لذلك عند الاقتراب من الجسم نحاول أنه لا نقترب من هذا الشكل ولكن نأخذ هنا لتكون دلالة على وجود جسم غريب ولذلك الآن أرفع هذه إشارة إلى قائد الفريق وجود لغم إذن نذهب إلى قائد الفريق ونقول له هناك لغم طبعا المشاهدين نشاهد هذا المسار الطويل هذا المسار هو فقط جزء من خطة أكبر من ذلك لنصل إلى ذلك اللغم تتم طبعا تباعا في كل مكان يقال بأنهم أو منطقة يقال بأن فيها لغم طبعا المدرب دين يدرب الفريق وسيشرح لنا العملية التي تأتي قبل تفضل أستاذ بل أن تأتي قبل الوصول إلى هذا اللغم ما لدينا هنا؟ هناك منطقة المشاهدين المشاهدين يوجد فيه لذلك مع المشاهدين التي تأتي قبل الوصول إلى المشاهدين التي تأتي قبل الوصول إلى المشاهدين لذلك تصلهم معلومة أن في منطقة فيها ألغام مزروعة وبالتالي من ثم ينتقلون إليها ثم يسمون المشاهدين المشاهدين يأتي قبل الوصول إلى المشاهدين هذا المشاهدين هذه منطقة السيطرة حيث سيتواجدون طبعا هذه المنطقة في أكملها هي منطقة آمنة هذه المشاهدين النقاط البيضاء يعلمون المنطقة حتى يتأكدوا والكل يعرف من فريق العمل أنها منطقة آمنة ومن ثم يتأكدون ويحددون طريق معينة آمنة حتى تكون الأقرب إلى مساحة الألغام أو منطقة الألغام النقاط البيضاء معناها آمنة أما الحمراء معناها خطيرة بمعنى آخر أنهم لم يتأكدوا إن كانت هذه المنطقة فيها ألغام أو لا ومن ثم يقومون بتحديد منطقة أيضا أخرى تحدد المساحة أو تكون الحاجز الرئيسي نحو المساحة التي أبلغوا بأن الألغام موجودة فيها هناك تحديد منطقة أخرى ثم يتأكد منطقة الألغام طبعا وصلنا ووجدنا لغم الآن بعد أن نجد المنطقة ما تفعله؟ بعد أن نجد المنطقة ينادون رئيس الفريق أو القائد يعني بمعنى آخر منيف بحالتنا نحن منيف يعود إلى مكانه ينسحب ويبقى قائد الفريق عند اللغم لا يتم مسك اللغم أو تحريكه لأنه في كثير من الأحيان تطورت الحيل فيما يتعلق بالألغام وأصبحوا يضعون أشياء ربما تكون تحتها أو بطريقة ذكية جدا وبالتالي لا يقتربون إليها حتى يتأكدوا من نوعية هذا اللغم ثم نجد المنطقة ويضع المنطقة إلى المنطقة لأنهم يقومون بربط اللغم بحبل طبعا هنا لغم آخر غير حقيقي لما يتجد المنطقة، يمكنك أن يتجد المنطقة لترى ما هي المنطقة لا يحركوه ولكن يربطوه بهذا الحبل هناك أكثر من طريقة لربط اللغم ولكن لن نتعلم عليها للمهتمين بهذا المجال أن يأتوا إلى دين ليتعلموها حسناً ثم نضعه ويضعه خلقه لتجد المنطقة لتجد المنطقة ليس لتجد المنطقة لأجراءاتهم الإحترازية لأنه يربطون اللغم ويتم عملية سحبه ليست بطريقة عمودية ولكن جانبية لإجراءاتهم الإحترازية إذاً وتكون المسافة بعيدة جداً عن الألغام حتى خمسين متر خمسين متر ومن ثم يتم سحب اللغم أريد أن أظهركم نعم 50 متر من طريق الناس يساعد في هذه المنطقة حسناً 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 ثم يأخذ المنطقة هذا ليس حقيقاً؟ نعم حسناً يأخذ المنطقة مع المنطقة المنطقة يتعرك ستطلع إذا تطلع ستطلع إذا لم ينطلع ما تفعل به فكرة سألته يسحبون اللغم فقلت ومن ثم ينفجر فقال في بعض الأحيان لا ينفجر ولكن في بعض الأحيان ينفجر والسؤال الآخر هو إذا لم ينفجر ماذا تفعلون به ما تفعل به إما يحاولوا تفكيك اللغم أو إذا لم يستطيعوا ذلك ولم يعرفوا ما هي هذا اللغم يقومون بتفجيروا بأنفسهم وهذه هي الطريقة الكاملة أشكر الجميع هنا في مشروع مسام على استضافتنا وعلى أخذ كل الوقت لهذه التحضيرات ومتابعينا شكرا لكم ابقوا معنا